ده مش بس دراكوفيتش الصربي وهو رؤيته طبعا لأنه ده المنافس جمال بالماضي بقى الجزائري المدير الفني للمنتخب الجزائري حضر للقاهرة وشاف المباراة وتكلم عنها ما سبب وجودك في مباراة اليوم؟ جئت إلى هنا لدعم الفريق الجزائري وفاق سطيف وللأسف كانت المباراة صعبة جدا عليهم بسبب لعبهم ضد أحد أعظم أندية إفريقيا وهو الأهل للأسف هناك لعبين تم طردهم مبكرا ومن الصعب أن تلعب بعشرة لعبين ضد الأهل ولكن هذه هي كرة القدم وهناك شوط ثاني في الجزائر ولا نعلم ما الذي سيحدث هناك ولكنها ستكون صعبة بالتأكيد بالطبع لم أتوقع هذه النتيجة بالطبع توقعت أن تكون مباراة صعبة ولكن لم أتوقع أن تكون بهذه الصعوبة ولكنها كرة القدم طيب جمال بالماضي وحد مصنف الأعظم مدربي بالقارة وهو جاي أنا جاي أتابع أداء اللعبة أمام الأهلي ولكنه كان يلعب أمام أحد أعظم أندية أفريقيا هو هكذا ينظر إلى النادي الأهل وهكذا يعني يجب أن ننظر إلى أنفسنا وهكذا يجب أن يكون المعيار معيار آه عايزين فرقتنا تبقى باستمرار في الشكل اللي إحنا عايزينه بلا قصوة وبلا ظلم لأنك لما تنسالي الحلو يعني بتطلب مني كويس ليه يعني أنت بتنساني أنا عملت واحد اثنين تلاتة دلعت شوية تعبت شوية أثرت شوية أفوق وأنت من خلال دعمك ليه أو انتقد بلا إهانة ولا تقليل لأنك ما أنتش عارف أنك بتدي سلاح للمنافس أنه يخلص عليك لأن لعبتك هم بلا أحسن باكرايت وأحسن وينجرايت وأحسن سنترفيرد وأحسن هافات وأحسن جون وأحسن دفاع موجودين في النادي الأهل وأحسن باكليفت وأحسن وينجليفت وأحسن موهبة صعيدة بكل المقاييس أنت لو شفت الدوري وغربلته مش هتلاقي غير اثنين تلاتة في كل الدوري ممكن ينفسه لعبتك أو بعضهم قد يتفوق لحظة في لحظة لكن في المجمل لعبتنا أستاذ إبراهيم عشان كده خمسة منهم كانوا في التشكيل المثالي للقارة في هذه الجولة خمسة أهلي في هذا التشكيل المثالي ويستحقوا بعد ما فازوا بالأربعة شناوي وعالم علول وديانج وحمد فاتحي وبرستاو وطاهر محمد طاهر عشان كده بقول الزميل إبراهيم فاية فتبالك الخمسة دول موجودين في القائمة المثالية للجولة الأفريقية ما كانش مقبول أبدا إنبارح إبراهيم فاية وهو معاه أمير مرتضى منصور يزوج بأسماء لعبة النادي الأهلي ما كانش هيبه مقبول لو ضفك الكابتن سيد عب حفيز وما كنتش هتعملها تسأل سيد عب حفيز عن زيزو أو عن نجوم الزمالك ده مش مقبول لأنك في النهاية المتوقع أن الكلام مش هيكون صالح اللعيبة نتمنى أداء أحسن موسيقى اشتركوا في القناة